بدون جلاش ولا عجل ولا فرد ولا مجهود هنعمل النهاردة فطير سهلة وسريعة تنفع للغدى تنفع للعشاء تنفع تديها للأولاد في المدرسة حلوة جدا جدا مش هتاخد معاك وقت خالص والطريقة مفيش أسهل من كده قبل ما ابدأ معاكم ونشوف عملناها ازاي اتمنى تسامحوني بس على صوتي لانه زل تعبان خالص لاننا تعبانة ليه اكتر من اسبوع وطبعا كنت لازم انزل لكم الفيديو ده عشان ما طوالش عليكم في الفيديوهات فطبعا صوتي تعبانة حبيت اسجل الصوت فصوتي برضو لسه ما زال تعبانة فسامحوني يعني هنا تأشكل الفطير كده من جوه ده كده شكلها معانا ما شاء الله حلوة جدا جدا ومطت الجبنة فيها حلوة قوي نبدأ كده في صوتنا ونشوفها نعملها ازاي اول حاجة هبدأ بيها هي الحشوة اول حاجة هنبدأ بيها هي الجبنة انا هنا هبشور معاكم جبنة رومي تقدري تستخدمي اي نوع جبنة انت بتفضليه مفيش مشكلة خالص طبعا الجبنة الرومي بتبعها مبشورة لو انت عايزة تجيبيها جاهزة براحتك بس انا بحب اجيبها وبشورة كده على قدية فكده اول حاجة معايا استخدمتها الجبنة الرومي هستخدم كده معاها جبنة متزارلة اللي هي الحمد حبيت اوريكم كده اسم نوع الجبنة لاني بتسئل كتير جدا على نوع الجبنة المتزارلة انا بستخدمها فهي حلوة جدا جدا ومطتها زي ما شفتوا كده معايا في البداية ما شاء الله حلوة قوي هضيف دلوقتي عليهم حزمة من البقدونس البقدونس طبعا انا بحبه جدا مع الجبن طبعا براحتك خالص ممكن تستغني عن خطوة البقدونس دي مفيش مشكلة خالص هقطعه كده تقطيع نعمة وهبدأ دلوقتي اضيفه كده معايا على خليط الجبن كده الجبن معايا تمام ممكن تزاودي بقى جبنة شيدر ممكن تزاودي اي نوع جبنة جبنة فيتا براحتك خالص مفيش مشكلة لو عايزت زاودي اي نوع جبن تاني زي ما تحبي براحتك خالص تمام دلوقتي انا هقطع معايا لو عندك سوسيز عندك هود دج عندك لانشون مثلا ممكن تقطعيشها رايح براحتك خالص ممكن تضيفي ليها يطعم معاك برضو الحشوة انا بحب اديله كده تشويحة الاول على النار في معلقة سمنة هشوحهم بس كويس كده معايا ياخدوا تشويحة على النار ولما يبردوا هبدأ اضيفهم كده على خليط الجبنة معايا طبعا ممكن تستغنى عن المرحلة دي وتستكفي بالجبن بس ما فيش مشكلة زي ما قلتلك دي حاجة ترجع لك ده شكله كده بعد ما برد معايا تماما بدأت اضيفه كده معايا على الجبن وزي ما قلتلكم ممكن تجيبوا لانشون وتقطعوا برضو كده ايه مكعبات صغيرة وتشوحوا معايا هيديلها برضو طعم حلوة قوي دي كده الحشوة بتاعتنا الحد هنعمل النهاردة الحشوة حلوة وحادم طبعا براحت خالص زي ما تحب يعني بس الحشوة الحلوة برضو طعمها حلوة جدا وهتفرم معانا في الفطير عبارة عن ايه معايا كده معلقتين كبار من السكر معلقة الاكل الكبيرة طبعا ودلوقتي هضيف عليهم كده كمية من الزبيب والزبيب طبعا كمته الغذائية عالية جدا لما تعمل الفطير دي للاولاد هتبقى مغزية لهم قوي وعايز اقول لكم هتعجبهم جدا جدا بإذن الله ودلوقتي هضيف عليهم جوز الهند ممكن تدي في قرفة لو انتو بتحبوها ما فيش مشكلة خالص بس انا عندي اولاد يعني ايه مش بيحبوها فما بضيفهاش كده على حشوة ايه الحلوة قلبت كده الخليط معايا بقى كده معانا الحشوة الحلوة والحادق هنجهز دلوقتي كده مع بعض كباية من الحليب اي كمية مش شرط كمية معينة يعني احنا ندهم بها الفطير وهضيف دلوقتي عليها نص كباية من الزيت بس ما فيش اكتر من كده وهقلبهم بس مع بعض وكده يبقى الخليط السائل معنا جاهز نبدأ بقى بعدها نشتغل في الفطير على طول بطريقة سهلة جدا ومش هتاخد معاك اي وقت خالص بطل حلقتنا النهاردة والعيش السوري انا جبتوا النهاردة كده معاكم جاهز وانتي برضو تداري الجبيه جاهز سعره رخيص ومش هياخد معاك وقت خالص لو عايزة تعملي غدا للأولاد او عايزة تعملي عشا او تعملي لهم سندوطشات للمدارس بطريقة سهلة ومش هتاخد معاك اي وقت اي جبن متاحة في التلاجة زي ما قلتلك المقصرات دي حاجة ترجع لك ممكن تعملي لهم الحلو برضو باي نوع مقصرات متاحة عندك الطريقة مفيش اسهل من كده ده انت كده العيش معايا بالتشريبة اللي احنا عملناها مع بعض اللي يعبار عن حليب وزيت اهم حاجة دهنية كده كويس عشان تطري معاك ايه الفطير وهبدأ احط كده من الحشوة اللي انا جهزتها معاكم بنبدأ نحط بقى اي كمية براحتك خالص زي ما تحبين فيه ناس بتحب الجبن تبقى كتيرة في السندوتش فيه ناس بتحبها قليلة دي حاجة ترجع لك مفيش مشكلة حط الكمية اللي تنسبك او اللي انت ايه بتفضليها طبعا ممكن نزوي الزيتون لو انتوا عايزين براحتكم خالص بس انا محبيش يطيف الزيتون لان الجبن الرومي حدقى فعشان السندوتش ما يبقاش حدق معانا ضفت كده كمية مناسبة اللي عيش معايا بالشكل ده وعايز اقول لكم انه حلو جدا جدا طبعا دي ممكن تعمليه في الجلاش مفيش مشكلة خالص بس عايز اقول لكم لما جربته في العيش السوري لا قطعه محلو قوي قوي وكمان العيش السوري مش بيتقطع زي الجلاش او بيتفتفت خصوصا لو الاولاد خدوا معهم المدارس ببدأ اقفله بالشكل انتوا شايفينه ده بنافس تقفلة العيش بالزبط اهم حاجة كل ما باجي اقفل كده بدهن كده ايه الفطير معي بالشكل انتوا شايفينه معنا ده كده تمام اهم حاجة لما تعمل الفطيرة تغذيها على النار على طول يعني تحطيها على النار وتبدأ الجهازي في التانية ماينفعش تعمليهم وتركنيهم لان انت دهناها بالحليب فممكن تطرى معاك او تتقطع فمش هتبقى ظريفة خالص لما تستخدميها كده تمام جدا دي حشوة الحادق معانا حشوة الحلو نفس الطريقة بس حبيت كده برضو عاملها قدامكم هحط زي ما قلت لكم الزبيب مع جوز الهند والسكر طبعا لو عندك اي مكسرات تانية فلسداني ايه حاجة ترجع ليك ما فيش مشكلة خالص ممكن تعمليها بحشوة القاستر او المهلبية براحكم خالص هتبقى حلوة جدا جدا بحط كده كمية مناسبة وعايز اقول لكم طعمها حلوة قوي وعجبت الاولاد جدا ما شاء الله يعني كده بابدأ اتنيها كده من الجنبين بالشكل ده وبابدأ ادهم برضو كده بالحليب بس هنا لما جيت استخدم الحليب بفطله كده معلقة من السكر عشان برضو يبقى طعمه حلو كده على الفطائر بس مش اكتر من كده يعني بعد ما خلصت كده حشوة الحادق تمام بدأت اعمل حشوة الحلو وبدأت احط كده على الحليب معلقة من السكر اللي بتاعه كويس وبدأت اعمل بالشكل انت شايفينه ده الطريقة سهلة جدا نبدأ بعد الوقت كده اي نشتغل على النار ونشوف كده هنصويه مع بعض ازاي انا معاي طاصة على النار او جريل طبعا مش شرط خالص الجريل اللي انا مستخدمها تقدر تستخدمي اي طاصة متاحة عندك حتى لو الامونيا هتشتغل معاك مفيش اي مشكلة خالص هنحط كده معنا في الطاصة او في الجريل معلقة السمنة على معلقة زيت ممكن تستخدمي زيت بس زي ما تحبي مفيش مشكلة خالص معلقتين كده كبار تمام ونبدأ نحمر الفطير بتاعتنا مش هتاخد معاكم اي وقت خالص ولا تعب ولا اي مجهود وكمان ممكن تغيري في الحشوة ممكن لو عندك بقى افراخ في التلاجة عندك اي حاجة تقدر تضي فيها في الحشوة حلوة جدا جدا ماشاء الله وفي التسوية زي ما انتو شايفين كده يعني الموضوع مش هياخد معاك اي وقت دي اسهل حاجة ممكن تعمليها للأولاد او لو انت محتارة في الغداء او العشاء ممكن تشوف اي كده جبن عندك في التلاجة وتبدأ تعمليها والتسوية زي ما شفتو كده معايا شايفين دقايق بالضبط بكون جاهزة وبالجمال والحلوة اللي انتو شايفين هدي حلوة جدا جدا وهتعجب الأولاد قوي خصوصا للأولاد اللي بتحب الجبنة المزارلة يعني يعتبر كل أولادنا بيحبوها يعني فماشاء الله سهل وسريع ومش هتاخد معاك انت كمان اي مجهود عملت كده الحادق طبعا انا هكمل الباقي كله مع نفسي عشان بس ما طولش عليكم وفي طاسة تانية بدأت اعمل كده ايه اللي هي بالسكر حلوة جدا جدا مشاء الله برضو ما خدتش معايا اي وقت وطعمها عايز اقول لكم يا جماعة لذيذ حلوة قوي قوي طبعا لو انتو عايزين الفطير دي مقرمشها هتخلوها زي ما هي مش هتغطوها لكن لو حابين الفطيرة تكون طرية معاكم خصوصا اللي هي بالسكر هتغطيها كده معاك مثلا تحطيها في طبق وتغطيها او في حلة وتغطيها بغطى بحيث تكون طرية معاك ده كده شكل الفطير اللي هي الحدقى معانا مشاء الله حلوة قوي حابة كده ورها لكم من جوة مشاء الله طبعا يكت سخنة على عداية في المرحلة دي هتلسى ايه كده ايه طلعون على النار بس حبيت كده وريكم وطة الجبنة معايا طبعا انتو عارفين الاطفال او اولادنا بيحبوا الجبنة كده لما تسيح كده في السندوتش بتبقى حلوة قوي قوي وصفة النهار ده سهلة وبسيطة بما اني كنت تعبانة فجبت العيش كده جاهز وزي ما شفتوا كده معايا الجبنة في التلاجة اي نوع جبن زي ما قلتلكم والبقدونس والطريقة مفيش اسهل من كده حتى المكسرات اللي استخدمتها استخدمت المتعندي انا كانش عندي غير الزبيب وجوز الهند طبعا تقدر تضيفي اي حاجة انت حباها مفيش مشكلة خالص هوريكم برضه دول وقت كده اللي هي بالسكر ما شاء الله طلعة جميلة جدا جدا وعايز اقول لكم طعمها حلوة قوي وزي ما قلتلكم انكم تغطوها لو انتوا عايزينها طرية معاكم مفيش مشكلة بكده وصفتنا النهار ده تكون خلصت اتمنى تكون عجبتكم وطبعا ياريت لو عجبتكم لايك وشير لمطبخ دعاء سليم عشان القناة تكبر بيكم وليكم اشوفكم على خير ان شاء الله فصفة جديدة ومالف سلامة حبيبي